كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صلى الله عليه وسلم صارت دموع العارفين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول يا سيد الكونين يعلم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومعا نجدد التحية مشاهدين الكرام عبر حلقات ملتقى الفكر الإسلامي وهذه الحلقة التي تبحث في خطورة الكلمة هي المهنة الوحيدة التي اختصها القرآن الكريم بالعذاب قال الله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العظيم هذا الذي نسمعه من علمائنا ومشايخنا الكرام على مر العصور والأزمان حول خطورة الكلمة وكيف أنها يمكن أن يكون ثوابها كبيرا وكيف يمكن أن يأخذ صاحبها ذنبا عظيما حول خطورة الكلمة ومنها أيضا الشائعات في المجتمع نرحب بضيوفنا الكرام بفضيلة الشيخ يسري عزام خادم الجناب النبوي الشريف وإمام وخطيب جامع صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة أهلا وسهلا يا سيدنا أهلا بك دكتور عمر سعادة أبوك تفضلتك معنا أنا أعزك ويبارك فيك نرحب بفضيلة الدكتور العزيز الدكتور أسامة فخر الجندي مدير عامي شؤون المساجد بوزارة الأوقاف المصرية أهلا وسهلا دكتور أسامة أهلا وسهلا سعادة أبوك تفضلتك معنا البداية مع فضيلة الشيخ يسري عزام إن أذن لنا الدكتور أسامة فخر الجندي حول خطورة الكلمة في الإسلام والمحاور متعاقبة في هذه الحلقة إن شاء الله فضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد فكل عام وحضرتكم بألف خير وأسأل الله جل وعلا أن يجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا وأن يوفقنا وإياكم فيه لما يرضيه عنا اللهم أمين قرأت العادة يا دكتور عمر أن الشمس يسبقها شعاعها فما أنا بالنسبة لأخي الدكتور أسامة إلا كشعاع للشمس يعني وآثرت أن تبدأ بي وكنت أتمنى أن نستمع ونستمتع بكلامه أولا أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يرضيه آمين يا رب بالمصطفى الكلمة الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كل كلمة ينطق بها الإنسان تكتب إما له أو عليه إما أن تكتب في عليين وإما أن تكون هذه الكلمة سبب في هلاك الإنسان لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات في الجنة وإن العبد ليتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم شوف سيدنا النبي في الحديث يقسم الكلمة إلى قسمين كلمة من رضوان الله وكلمة من صخط الله الكلمة الطيبة من رضوان الله جل وعلا ومن منه على عباده لذلك أنا دائما أدعو دعوة تعلمتها من أحد مشايخنا من الصالحين كان يقول قبل الدرس اللهم لا تخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيك عنها يعني ما تتكلم تقول كذا يا رب لا تخرج من لساني إلا ما يرضيك لأن اللسان هو ترجمان عن الإنسان احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان كلمة وحدة تخليك في أعلى الدرجات وكلمة أخرى تجعلك في أسفل سافلين والعياذ بالله فرب العالمين سبحانه وتعالى يأمرنا أن نقول القول الحسن في القرآن الكريم يقول وقولوا للناس حسنا للناس لكل الناس ليس للمسلم وفقط لكل الناس والمسلم ليس بالسباب ولا اللعام انفعش إن أنا ألعن الناس أو أسب بالناس أو أخط في أعراض الناس ورب العالمين يضرب لنا مثل في القرآن الكريم عن الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجارة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون طيب النوع الثاني ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فإحنا رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم أن نقول القول الحسن وأن لا نتكلم إلا بما يرضي الله عنا سبحانه وتعالى حتى كان سيدنا الشيخ الخطيب في منظومته في قصيدة الطريق إلى الله يقول في بدايتها يا ناشد الوصل خذ وصف الطريق له وجد فيها عسى تدن من الحكم أمسك لسانك إلا عن تذكره وبيتك ألزم وجد بالدمع مثل دمي واقطع نهارك بالتقوى وكم سحرا فكم لربك في الأسحار من كرمي نادى وقد نزل الدنيا بلا شبه سبحانه عن صفات الخلق كلهم يا راغب النعم يا راهب النقم يا سائلا كرم ينهلك الديم إلي يولي وعن غيري تولى وكن عبدي أصير لك الدنيا من الخدم ولا تغرنك الدنيا وبهجتها فإنها والذي فيها إلى عدمي هي المتاع قليلا فانيا أبه تبيع حظك في الأخرى من النعمين رضي الله عن سيدنا الشيخ الخطيب وكان من كبار علماء الأزهر الشريف كان كتابه في الحديث النبو الشريف يدرس لطلاب السنة الخامسة من الثانوية الأزهرية أيام كانت الثانوية خمس سنوات كان كتابه يدرس وقيل بأنه كان من مشايخ أستاذنا ومولانا الشيخ الشعراوي في معهد طنطى الأحمد فشوف بيقولي سيدنا الشيخ الخطيب أمسك لسانك إلا عن تذكره وبيتك ألزم وجد بالدمع مثل دمي وكان من عادة سيدنا الشيخ الخطيب أن أشعاره تشرح إما آية أو حديث بذلك سيدنا النبي يقول في الحديث للصحابي الذي سأله أوصني يا رسول الله قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك هذا البيت يترجم ويشرح هذا الحديث أمسك لسانك إلا عن تذكره وبيتك ألزم وجد بالدمع مثل دمي وديت أسباب النجاة من نجات يا رسول الله فأل له كده سيدنا النبي أمسك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك لأن الإنسان كلنا ذنوب وكلنا معاصي فالإنسان يندم ويستغفر ويعود ويأوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتمنى من الله أن يوفقه للكلمة الطيبة وأن يوفقه للعمل الصالح لما واحد تاني بيقول لسيدنا النبي أوصين يا رسول الله قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يبقى اللسان مشغول بالذكر حتى إن العلماء قالوا إن الذكر سبع أنواع ذكر العينين وذكر اللسان وذكر الأذنين وذكر اليدين وذكر القلب وذكر البدن وذكر الروح قالوا ذكر اللسان الثناء بالثناء على الله وذكر العينين البكاء من خشية الله وذكر الأذنين الإصغاء زي ما قال الشاعر أخاطر في محبتكم بروحي وأركب بحركم أما وإما ولا أصغي إلى من قد نهاني وليأذن عن العزال صم بيسمع كلام ربنا بس بش مشغول بالقيل والقال والغيبة والنميمة وقول الناس في بعضهم وخوض الناس في أعراض بعض وذكر اليدين العطاء إن انت تعطي بيديك وتنفق آناء الليل وأطراف النهار وذكر البدن الوفاء تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا فسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء وذكر القلب الخوف والرجاء تخاف من ربنا وترجو رحمة الله جل وعلا وذكر الروح التسليم والرضا سلم الأمر لمن دبره فلن ترى غير الذي قدره الله دبر ما يكون وما قد كان أما كفاك مدبرا مولانا سبحانه وتعالى فالكلمة الطيبة صدقة نحاسب على ما نتكلم به زي ما سيدنا النبي بقول لي سيدنا معاذ إني أحبك يا معاذ وبعدين سيدنا معاذ بيزأل سيدنا النبي بقول له يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به الكلام اللي بننطق به يا سيدنا النبي ربنا هيا أخذنا عليه قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم وفي رواية على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم لذلك يا دكتور عمر اللسان خطره عظيم صحيح اللسان صغير جرمه كبير جرمه خطره كبير وقرمه وفحشه كبير وكان يا دكتور أسامة كان سيدنا أبو بكر الصديق في يوم من الأيام يمسك بلسانه دخل عليه سيدنا عمر فقول له ماذا تفعل يا أبا بكر فقال هذا الذي أوردني المهالك اللسان سيدنا أبو بكر الصديق شوف سيدنا أبو بكر من المبشرين بالجنة والنبي الدل أوسمة كثيرة أبو بكر في الجنة كل الأبواب تغلق إلى المسجد إلا باب أبي بكر لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر كل من قدم إلينا معروفاً كافأناه عليه إلا أبا بكر ويقول سيدنا النبي رجل من أمتي ينادى عليه من كل أبواب الجنة وأرجو أن تكون أنت هو يا أبا بكر مع كل هذا يمسك بلسانه فيقول له سيدنا عمر ماذا تفعل يا أبا بكر يقول هذا الذي أوردني المهالك اللسان قل خيراً قل خيراً تغنم أو اسكت عن شر تسلم وإلا ستندم يبقى الإنسان لو قال الخير هيغنم طب لو قال الشر وأطلق للسانه العنان بقت مشكلة الإنسان إلا هيخلي لسانه مشغول بذكر الله اللسان لن يقول إلا الخير ولن يقول إلا ما يرضي الله لو أطلق للسانه العنان بقت مصيبة عظيمة وخاض في أعراض الناس وربنا نهانا عن كده في القرآن الكريم أل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم فربنا يسلم الألسنة ولا يخرج منها إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين يا رب العالمين أمين يا رب العالمين شكر الله لكم فضيلة الشيخ يسري عزام خادم الجناب النبوي الشريف وإمام وخطيب جامع صلاح الدين الأيوب نتحول الآن إلى فضيلة الدكتور أسامة فخر الجندي مدير عامي شؤون المساجد بوزارة الأوقاف المصرية حال الدكتور أسامة فخر الجندي يعني عرفناه ويعرفه المشاهدون الكرام هنقول بالمقطوعة الموسيقية المقطوعة الفخرية التي سميناها النور فتكون خير بداية لحديثه إن شاء الله وبعد ذلك نستمع إلى كلمته في خطورة الكلمة فضل يا فضلت الدكتور أسامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فالله مصلي على سيدنا محمد صلاة تجمع بها روح المصلى عليه بالمصلي عليه أشكر زميل العزيز فضيلة الشيخ يسري عزام على كريم أصله وشريف كلماته عنه وما عندنا ما هو إلا غيض من فيض لديه ولأن أحد الصالحين سئل عن الشيء الذي لا يستغنى عنه فقال التوفيق فأسأل الله لي وله أن يرزقنا الحفظ والستر والتوفيق والقبول اللهم آمين آمين يا رب العالمين أما عن المقدمة التي تتناول النور فهي تتعلق بالقرآن الكريم في هذا الزمان الشريف فهو النور الذي نزل من النور على النور بواسطة النور إلى النور هو النور وأنزلنا إليكم نورا مبينا نزل من النور وهو الله الله نور السماوات والأرض على النور أي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال المفسرون إن المقصود بالنور هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة النور أي بواسطة سيدنا جبريل وجبريل من الملائكة والملائكة قال في حقها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من النور إلى النور أي إلى أمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم فالله عز وجل نور والرسول صلى الله عليه وسلم نور والقرآن الكريم نور والمؤمن نور فاللهم أتمم لنا نورنا يا رب العالمين آمين يا رب وانطلاقا من هذا النور نؤسس ونؤصل لموضوع الكلمة وخطورتها فحين نتناول الآيات القرآنية المشرفة ندرك تمام الإدراك أن الله سبحانه وتعالى أودع في هذا النور الذي هو القرآن الكريم أودع فيه الضوابط التي تحقق للإنسان وتحفظ للإنسان معنويات حياته ويحقق من خلالها كل ما هو صالح هذه الضوابط إنما هي مجموعة من الأوامر والنواهي التي نستطيع أن نصفها بأنها تدل على الحرفية في صيانة الصنعة الإلهية هناك صانع وهناك حرفي الصانع هو الذي يوجد أمرا معدومة والحرفي هو الذي يقوم بصيانة الصنعة ولما كان الإنسان منه هو صنعة الله عز وجل إذن فعليه أن يأخذ تعاليم هذه الصنعة من الحق سبحانه وتعالى هذه التعاليم هي عبارة عن مجموعة الأوامر والنواهي الواردة في القرآن الكريم وهذه الأوامر والنواهي ليست تقييدا لحركة الإنسان وليست تضييقا على الإنسان بل هي قوانين يصنع بها الإنسان جمالا في الدنيا لينتظره الجمال في الآخرة إن شاء الله عز وجل هي قوانين لصيانة الإنسان منا في الدنيا أي يكتسب الإنسان منها الحرفية في صيانة هذه الصنعة الإلهية من هذه القوانين التي تتعلق بتعليم ربنا سبحانه وتعالى إذا وقهنا السؤال الآن إلى المشاهد الكريم ونحن في طريق التأصيل والتأسيس لموضوع الكلمة وخطورتها ما هي المهمة التي أوكلها الله عز وجل للإنسان منها ما هي الغاية التي أرادها الله سبحانه وتعالى من كل إنسان منا إذا نظرنا بشيء من العمق سنجد أن أجناس الوجود وهي هكذا مرتبة أجناس الوجود الإنسان الحيوان النبات الجماد فالسيد الأعلى في هذا الوجود هو الإنسان وغير الإنسان من أجناس الوجود مسخرة لهذا الإنسان ولها مهمة تقوم بها سواء وصل العقل البشري إليها أم لم يصل بعد السؤال هنا إذا كان الإنسان سيدا أعلى في هذا الوجود وإذا كانت أجناس الوجود غير الإنسان مسخرة لهذا الإنسان ولها مهمة تقوم بها ولا تتأب على الإنسان لأن الإنسان سيدها فمن هو سيد الإنسان وما هي مهمة هذا الإنسان لا بد وأن يبحث الإنسان عن سيد يتناسب مع سيادته هو في هذا الكون وسيد الإنسان هو من وهبه السيادة وسيد الإنسان هو من سخر له كل أجناس الوجود غيره سيد الإنسان هو الله عز وجل هناك سيد في الكون وهناك سيد للكون السيد في الكون هو الإنسان وسيد الكون هو من خلق الإنسان هو الله سبحانه وتعالى إذن سيد الإنسان هو الله فما هي المهمة التي أوكلها الله عز وجل للإنسان البعض يختزل هذه المهمة في جانب واحد فقط وهو العبادة فتراه يجيب مسرعا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نقول هذه واحدة من مقاصد ثلاثة أرادها الله سبحانه وتعالى من الإنسان فالغاية التي أوكلها الله عز وجل والمهمة التي أرادها الله عز وجل من الإنسان إنما في ثلاثة مقاصد الأول العبادة نعم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والثاني العمارة هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي طلب منكم عمارتها والمقصد الثالث التزكية بالأخلاق الحسنة نسمع معا قوله عز وجل وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا إذن هذه الغاية هذه المهمة المراد من كل إنسان مننا إذا كنا نتكلم عن الكلمة فإن الكلمة تشمل هذه المقاصد الثلاثة لأن من خلال الكلمة نحقق عبادة لله عز وجل من خلال الكلمة نصنع حضارة ونحقق العمران من خلال الكلمة نتزكى بالأخلاق الحسنة وبالقيم النبيلة التي أراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسخها فينا وأن يغرسها فينا فكأن الكلمة تجمع لنا هذه المقاصد الثلاثة أقول الإنسان لا يستطيع أن يعيش منفرداً ولا يستطيع أن يعيش وحده منعزلاً ولأن الله عز وجل وزع المواهب والقدرات والطاقات والإمكانات على جميع خلقه فإن الإنسان يحتاج إلى غيره حتى تستقيم له شؤون حياته وطريق التواصل بين إنسان وآخر إنما يكون عن طريق الكلمة هذه الكلمة التي يكون من خلالها نقل العلوم والمعارف والتي يكون من خلالها نقل الحضارات والثقفات والتي يكون من خلالها أن نتعرف على الله عز وجل وعلى تعاليمه إذن فالإنسان لا يستطيع أن يعيش منحزلاً أو منفرداً أو أن يعيش وحده فهو يحتاج إلى غيره حتى تستقيم له شؤون حياته إذن لا بد من الكلمة فهي وسيلة التواصل بين إنسان وآخر ولكن أي كلمة هذه التي نريدها نحن نريد الكلمة التي تؤسس لثقافة الألفة لا ثقافة الفرقة نحن نريد الكلمة التي ترسخ لمفهوم التعاون لا لمفهوم التعاند نحن نريد الكلمة التي تبرز لنا فقه الشعور بالآخر وثقافة الاختلاف أقصد اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد ما بالكم حين نرسخ في مجتمعنا هذه الكلمة الطيبة التي تؤسس للتبرير للتدبير وليس للتبرير للتعاون وليس للتعاند للألفة وليس للفرقة إلى غير ذلك من القيم النبيلة فلا شك إذن أننا سنعيش في مجتمع مثالي هذا المجتمع يتسم بالنطق في التفكير والعفة في الأسلوب والكلمة الطيبة في كل تناول إذن نحن نحتاج إلى الكلمة مستقبلاً ومرسلاً ومتعايشاً كإنسان مع غيره إذا ذهبنا إلى القرآن الكريم كما أشار فضيلة الشيخ يسر عزان سنجد هذا التناول القرآني المنير الذي يبرز لنا أن الإنسان منا لا بد أن يكون صاحب كلمة حسنة وقول للناس حسنة وقل لعبادي يقول التي هي أحسن والكلام هنا ليس لفئة دون غيرها وليس لطبقة دون غيرها بل هو الكلام للكل أن يكون كلاماً حسنة أذكر سيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيدنا أبو بكر كان هناك حوار بينه وبين سيدنا ربيعة الأسلمي وأرجو أن ننتبه هنا قليلاً وكيف أنهما كان يبحثان عن الكلمة الطيبة ويبتعدان كل البعد عن أي كلمة يعني تؤدي إلى مفهوم الأذى أو الشر أو ما يدخل على النفس ما لا تحب هذه النفس يحكي لنا سيدنا ربيع الأسلمي فيقول كان بيني وبين أبي بكر حوار فقال لي كلمة أي أثناء هذا الحوار هذه الكلمة أغضبتني فلما رأى جدباً في وجهي أي سيدنا أبو بكر لما رأى تغيراً في وجه سيدنا ربيعة وكأن ربيعة إن زعج من كلمة ما لم تذكرها الرواية قالها سيدنا أبو بكر مع اعتبار أن الكلمة لا تحمل لا من قريب ولا من بعيد أي معنى من معاني الإذا لما رأى تغيراً في وجهي أو جدماً في وجهي قال لي يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصاً يعني الكلمة إلا أزعجتك الكلمة اللي زعلتك مني رد علي نفس الكلمة حتى تكون قصاصاً ولا تنزعج من أخيك المسلم قال لا والله لا أفعل يا أبو بكر قال يا ربيعة لتأخذن بحقك مني أو لأشكونك إلى رسول الله نحن يجب أن ننتبه هنا إلى هذا الحوار الثري هذا الحوار المنير بين سيدنا أبو بكر وسيدنا ربيعة كلمة لا تحمل أي معنى من معاني الإذا شعر فقط بأن ربيعة انزعج من هذه الكلمة قال له رد علي هذه الكلمة حتى تطيب النفس حتى لا يكون هناك شيء في النفس يقول ربيعة لا والله لا أفعل يا أبو بكر ماذا يصنع سيدنا أبو بكر يا ربيعة لتأخذن بحقك مني أو لأشكونك إلى رسول الله يعني يذهب سيدنا أبو بكر ليشكو إلى رسول الله لا لأنه له الحق ولكن لأن عليه الحق ما هذا الجمال ما هذه العلاقة بين أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا أفعل يا أبو بكر اثنان من قبيلة أسلم يشاهدان هذا الموقف بين سيدنا ربيعة وسيدنا أبو بكر يعني يتابعان هذا الحديث فقال يا ربيعة الرجل لا يريد أن يستعلي عليك الرجل يريد أن ترتاح نفسه رد علي هذه الكلمة هي لا تحمل أي معنى من معاني الإذاء قال إياكما أن يسمعكما أبو بكر وأنتم تنصران علي فيغضب أبو بكر فإن غضب أبو بكر غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن غضب رسول الله وأبو بكر غضب الله لغضبيهما هو كان يعلم قيمة سيدنا أبي بكر ومكانة سيدنا أبي بكر ومنزلة سيدنا أبي بكر عند رسول الله وعند رب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ذهب أبو بكر إلى سيدنا رسول الله لما وصل إلى سيدنا رسول الله وجلس بجانب سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحضراتكم تدركون العلاقة الرصينة بين سيدنا أبي بكر وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ سيدنا أبو بكر يهمس بكلمات راقية لسيدنا رسول الله لما انتهى من الحوار رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال أين ربيعة؟ قال لبيك يا رسول الله قال ما لك ولأبي بكر؟ قال والله ما صنعت شيئا يا رسول الله إنما هو حوار كان بيني وبين أبي بكر فقال لي كلمة كنت أكروها فلما رأى جذبا في وجه قال لي يا ربيعة رد علي هذه الكلمة حتى تكون قصاصا فأبيت والله ما صنعت شيئا يا رسول الله فتبسم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قائلا أحسنت يا ربيعة لا تردها عليه ولكن قل يغفر الله لأبي بكر ويسمع سيدنا أبو بكر ويبكي سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه الشاهد في هذا الحوار أن الصحابة الكرام الذين هم الجيل الذنا نعلم جيلا مثله وقر نبيه صلى الله عليه وسلم ولا نعلم جيلا مثله حول التعليم الإيمانية إلى واقع عملي هذا الجيل الذي تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبحثون دائما عن وسائل الألفة عن وسائل الحب عن وسائل الإنسانية عن القيم النبيلة المنيرة ما كان أحد منهم ينظر أبدا إلى ما يؤذي أخاه أو يفكر أبدا في كلمة يعني تحمل معنى من معاني الحقد أو البغض أو الكراهية أو ما شاب هذه الأخلاق المزمومة حوار لطيف بين سيدنا أبي بكر وبين سيدنا ربيعة وكل منهما يبحث عن الكلمة الطيبة التي تؤدي معنى الحب والتسامح والبذل إلى غير ذلك فمبالنا بهذا العصر الذي ربما نجد إنسانا يحاول أن يذهب قدراته الفكرية وعملياته الذهنية وطاقاته العقلية في التفكير في كلمة يؤذي بها إنسانا له أو يؤذي بها صاحبا له أو يؤذي بها أخا مسلما له أو يؤذي بها أخا في الإنسانية لا إن الإسلام يعلمنا الكلمة الطيبة لا تردها عليه ولكن قل يغفر الله لأبي بك والكلمة في ذاتها لا تحمل أي معنى من معاني الإذا إذن الكلمة الطيبة هي الأصل الأصيل والركن الركين في أن نعيش مجتمعا مثاليا متماسكا مترابطا زكيا نفس يحتاج بعضه إلى بعض وكأنه كالجسد الواحد حين أشار زمين المحترم إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل مثل الكلمة الطيبة بأنها كشجرة طيبة وبعدها بقليل مثل الكلمة الخبيثة بأنها كشجرة خبيثة لكم أن تتخيلوا هنا الأغصان كل غصن يمتد يريد أن يجد مكانا له حتى يصنع له امتدادا فإذا ما تشابكت هذه الأغصان وتعاونت وتكاملت تكون منها الهدوء والراحة والسكون وتأتي أنت أيها الإنسان لتجلس تحت هذا السكون وربما تسمع أصوات الأوراق الطيبة وربما تجد بعض الثمار هذه الكلمة الطيبة التي تجد فيها الراحة والسكون والهدوء أما الكلمة الخبيثة هي أيضا من التشاغر يعني مادة شجرة قد تكون من التشابك الذي يصنع حركة وسكون وهدوء وقد تكون من التشابك بمعنى التقاتل والاحتدام وهذا ما يرفضه الإسلام إذن نبه القرآن الكريم إلى قيمة الكلمة الطيبة ونبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية استثمار هذه المنحة الإلهية في صناعة الألفة والمعروف والخير شكرا جزيلا الدكتور أسامة فخر الجندي ويعني كانت مقطوعة النور ونحن في مسجد النور يعني فجعل الله حياتنا نور على نور نعود إلى فضيلة الشيخ يسري عزام خادم الجناب النبوي الشريف إمام وخطيب جامع صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة حول الشائعات يعني سيدنا الشيخ يسري المهنة الوحيدة التي اختصها القرآن الكريم بالعذاب هي مهنة الكتابة قال الله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون هنا نتعرف معا إلى حجم المسئولية التي تقع على كاتب الكلمة فما بالنا ونحن في هذه الأيام نرى يعني حراء كثيرا في عدم حمل مسئولية الكلمة على الأعناق خاصة ما ينشر من شائعات في وسائل التواصل الاجتماعي بكل ألوانها وأشكالها التي تنشطر الآن وسيلة بعد وسيلة علما بأن الإنسان سيحاسب على كل ما يكتب سواء كان يعلم أنها شائعة أم لا وكل ما ينقل وكل ما يشارك سواء كان يعلم أن هذا يعني صحيح أم لا فيجب أن يتحرد دقة والصدق وإلا فلا يشارك في إثم قد يأخذ عليه ذنبا كيف نبسط هذا المعنى في ظل هذا الواقع التكنولوجي الضخم الكبير وكيف يقع على عاتق الإنسان أن يكون مسؤولا أمام كل ما يكتب أو يشارك أو يتفاعل معه يقول الله جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الشائعات الآن كثرت بين الناس خصوصا بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي الكثيرة كالفيسبوك كتويتر ككل هذه الوسائل المنتشرة الآن الأطفال الصغار الآن لهم حسابات على هذه الوسائل التواصل الحديثة والتي لم تكن من قبل ورحم الله من قال وما من كاتب إلا سيبلى ويبقي الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه زي ما حضرتك تفضلت فويلوا لهم مما كاتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون طيب ما تكتب بأديك إلا هينفعك بين يدي الله جل وعلا إحنا في هذه الدنيا ضيوف مهما عمرنا فيها فلن نعمر كما عمر نوح عليه وعلى نبينا السلام كلنا سنرحل كل من عليها فان كل نفس ذائقة الموت كل شيء هالك إلا وجهه وعند دخول الحفرة وعند إغلاق القبر علينا الكتاب اللي كتبناها في الدنيا إما تكن لنا أو علينا يعني مثلا الإمام الشفعي رضي الله عنه وأرضاه رآه أحد طلابه بعد موته في المنام فبقول له يا إمام ماذا فعل الله بك الشفعي اللي ملأ الدنيا علما وهو صاحب أصول الفقه صاحب كتاب الرسالة والأم والمذاهب مذهب القديم والمذهب الجديد والعالم الكبير الإمام الشفعي من أراد العلم النفيس فعليه بمحمد بن إدريس هكذا قال الإمام مالك الإمام الشفعي أحد طلابه رأاه في المنام بعد موته فقال يا إمام ماذا فعل الله بك فقال حسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا هكذا تفعل الملوك بالممالك يرفق إن قلبي يقول لي ولساني يصدق كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق فقال له الإمام وبما نجاك الله ربنا نجاك بأي علم بأي عمل بأي حاجة عملتها قال بصلاة على رسول الله صليتها عليه وكتبتها قلت اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون إذا كان هذا الإمام الشفعي رضي الله عنه وأرضاه وقدس روحه ونور ضريحه وعلمنا من علومه في الدارين آمين يقول نجان الله بصيغة صلاة كتبتها على رسول الله ما بالنا بمن يكتب القرآن بيده ما بالنا بمن يكتب العلم الشريف بيده وعلى النقيض وعلى التجاه الآخر من يروجون للشائعات يمكن إحنا ابتولينا في هذه الفترة الأخيرة ببعض ما يسميه البعض الابتزاز الإلكتروني يأتون بصور مفبركة وبأخبار مفبركة وليست بالصحيحة ويخوضون في أعراض الناس اللي بيخوض في أعراض الناس ده ما الناس ممكن أن تخوض في عرضك الإمام الشفعي رحمه الله كان يقول وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن لا تكتب بيديك إلا ما يصرك أن تلقاه بين يدي الله جل وعلا كل واحد فينا يوم القيامة له كتاب إما أن يكون الكتاب باليمين تب أنت من أهل اليمين أو يكون الكتاب بالشمال والعياذ بالله تكون الأخرى فأما من أوتي كتابه بيمينه فرحان فيقول هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية طب التاني وأما من أتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية سلم يا رب سلم يبقى الإنسان اللي بيخوط في شائعات ويخوط في أعراض الناس يمسك لسانه أمسك لسانك عن الخوض في أعراض الناس لأنك لك لسان وللناس ألسن للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان سيدنا النبي يعلمهم قيمة الكلمة وخطورة الكلمة السيدة عائشة في يوم من الأيام تشير بيدها إلى السيدة صفية وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لقد قلت كلمة سيدة صفية بن تحيي بن أخطب زوج سيدنا رسول الله كانت قصيرة فشفها لما تشير بيدها كذا أن هي قصيرة فيقول سيدنا النبي أقول لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته هي لم تنطق بلسانها وإنما أشارت بيدها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته فسيدنا النبي بيعلم الصحابة وبيعلم أمهات المؤمنين وبيعلم الأمة من بعده ألا يقولوا إلا الخير الإنسان يمسك اللسان لا يطلق له العنان ليخوض في أعراض الناس ألم يقل مولانا في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألم يقل مولانا جل وعلا لسيدنا موسى ولسيدنا هارون هم ذاهبين لفرعون مع أنه قال أنا ربكم الأعلى يقول لهم إيه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إذا كان من قال أنا ربكم الأعلى يأمر الله أنبياءه أن يقولا له قولا لينا فما بالنا بمن سجد وقال سبحان ربي الأعلى الله جل وعلا يقول في القرآن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الكلمة الطيبة هتنفع الإنسان الكلمة الطيبة هتجعل الإنسان في أعلى عليين زي ما قلت في البداية إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات في الجنة ونخد بالنا من حاجة مهمة من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه إلا هيعيش على حاجة هيموت عليها من عاش ذاكرا مات ذاكرا ومن مات ذاكرا حشر في جملة وزمرة الذاكرين ومن عاش غافلا مات غافلا ومن مات غافلا حشر مع الغافلين والعياذ بالله يبقى احنا ناخد بالنا من الكلمة اللي بننطق بيها لو واحد بيخوط في أعراض الناس نقول له اسكت لا تتكلم لا تخوط في عرض الناس لأن ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن هذا يا أيها الذين أمنوا جيتانبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إث ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا الإنسان اللي بيغتاب اللي بيجلس في مجلس غيبة أو مجلس نميما أقول له انتهي احضر الغيبة فهي الفسق لا رخصة فيه إنما المغتاب كالآكل من لحم أخيه لنا في صحابة سيدنا رسول الله الأسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سيدنا النبي بعلمهم أن يذكرون الله جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لما نتدبر القرآن الكريم نجد أن أهل الله من الصالحين ليس عندهم وقت للقيل والقال إن الله كاره لكم قيل وقال كما علمنا صلى الله عليه وسلم ورحم الله من قال يضيق الوقت كل الضيق عن من إلى مولاه قد سلك الطريق اللي سلك الطريق إلى الله وقته ضيق ما بين صلاة وصيام وذكر وقرآن واستغفار وصلاة على سيدنا رسول الله وقضاء حوائج الناس وإصلاح بين الناس وسعي في الخير من يفعل الخير لا يعدم جوازية لا يذهب العرف بين الله والناس فالخلاصة أننا لا نخوض مع من خاض في أعراض الناس وأن نفرطل الكلام قبل أن ننطق به نعم الفلترة للكلام وغربلة للكلام ولا ننطق بأي كلام وكان من وصايا أحد الصالحين مرر الكلام على قلبك قبل لسانك فلن تنطق إلا بالحق ومن وصايا أحد العلماء العاملين لطلابه مرر الكلام على قلبك قبل لسانك يخترق قلوب مستمعيك لأن ما خرج من القلب وصل إلى القلب وما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان فنسأل الله أن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين برك الله فيك فضيلة الشيخ يسري عزام خادم الجناب النبوي الشريف ومن علماء وزارة الأوقاف يا عين للناس أعين لك لسان وللناس ألسن متى يتوقف الإنسان أو يتوقف وسواس الإنسان عن الغيبة والنميمة فهذه في منتهى الخطورة وهو أمر ابتليت به كثير من المجتمعات العربية قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فكرهتموه إلى هذا الحد وصف الخالق سبحانه وتعالى بكل رحماته التي أنزلها علينا هذا الوصف في من يتحدثون عن الناس ويغتابون الناس الدكتور أسامة فخر الجندي مدير عام شؤون المساجد بوزارة الأوقاف المصرية يحدثنا عن هذا الأمر الهام وكيف يجب بتره من المجتمعات فضي فن لا بد وأن يدرك الإنسان أن الكلمة التي تخرج من لسانه إنما تعاونت فيها مجموعة من الجوارح والنعم التي وهبها الله عز وجل حتى تخرج هذه الكلمة فهناك ضمير ينبه وهناك عقل يفكر وهناك أحبال صوتية تصنع الصوت وهناك هواء ينقل هذا الكلام وهناك أذن تسمع وهناك عين ترى أثر وتعبير هذا الكلام على المنقول إلي إذن هناك مجموعة من الجوارح تعاونت وتكاتفت حتى تخرج هذه الكلمة فانتبه هنا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا سيدنا أبو ذر يجلس ذات يوم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله ما الذي ينجي العبد من النار فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله وهذا أمر بدهي فكلنا مؤمنون بالله ونحول التعليم الإيمانية إلى واقع عملي قال يا رسول الله مع الإيمان عمل إذن كأن سيدنا أبو ذر يبحث عن العمل الذي يكون سبيلا للنجاة من النار وما دام سبيلا للنجاة من النار إذن فهو سبيل لدخول الجنة إن شاء الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم أن تعطي مما أعطاك الله ولنريد أن نضيق مفهوم العطاء في عطاء المال وفقط ربما يكون العطاء عطاء علم ربما يكون العطاء عطاء حلم ربما يكون العطاء في كلمة طيبة إلى غير ذلك قال يا رسول الله أرأيت إن كان لا يستطيع أن يعطي قال صلى الله عليه وسلم أن تعين ضعيفا أعطاك الله مجموعة من الطاقات القدرات الإمكانات المواهب استثمر هذه النعم والمنح في أن تعين بها ضعيفا ربما يكون الضعيف هذا إنسانا مريضا أو ملهوفا أو جائعا أو يستغيث بك أو أرملة أو مسكينا أو مريضا أو هكذا فلنريد أيضا أن نضيق مفهوم الضعيف قال يا رسول الله أرأيت إن كان لا يستطيع أن يفعل ذلك قال صلى الله عليه وسلم أن تعين مظلوما أعطاك الله وجاهة بين الناس تستطيع أن تقف فيها مع الحق فاستسمر هذه المنحة من الله قال يا رسول الله أرأيت إن كان لا يستطيع أن يحسن صنع ذلك قال صلى الله عليه وسلم أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وهذا أمر يسير يعني إن لم تستطع بيدك فباللسان إن لم تستطع باللسان فبالقلب وهذا يعني أضعف الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يفعل ذلك لعل المشاهد الكريم الآن وهو يسمع هذا الحوار بين سيدنا أبي ذر وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الصبر الجميل الذي عليه سيدنا النبي الكريم مع سيدنا أبي ذر كلما فتح رسول الله بابا كلما أغلق الباب سيدنا أبو ذر وإن كان أبو ذر يريد أن يصل إلى يعني أن يفتح القلوب والعقول لنا جميعا لندرك أدنى الأشياء التي نحقق بها النجاة من النار هنا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما يعني كأن هذا الحوار الطويل يعني لم يصب رسول الله بالضيق أو قال لك لا بل كان النبي يبتسم مع سيدنا أبي ذر فقال له يا أبا ذر أما تريد أن تترك لصحيبك من خير لا يستطيع أن يكون صاحب عطاء وبذل وسخاء لا يستطيع أن يعين ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما لا يستطيع حتى أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر فقال صلى الله عليه وسلم له مبتسما فليمسك أذاه عن الناس فليمسك شره عن الناس قال يا رسول الله أرأيت من فعل خصلة من هذه الخصال ماذا يكون له قال من فعل خصلة من هذه الخصال أتت يوم القيامة وهي تمسك بيده حتى تدخله الجنة صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أردت أن أقوم بصياغة هذا الأمر في صورة حوار بين سيدنا أبي ذر وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لندرك أن الإمساك عن الأذى الإمساك عن الشر عن هذه الكلمة الخبيثة عن هذه الكلمة الخاضعة عن هذه الكلمة التي تفرق عن هذه الكلمة التي تصنع فتنة عن هذه الكلمة التي تهدم أحوالا بين فردين أو أسرتين أو مجتمعين أو دولتين أن هذا الأمر سبب الرئيس للنجاة من النار فالقلوب في الصدور كالقدور تغلي بما فيها ومغارفها ألسنتها فإذا ما تحدث إنسان أمامك فاستمع إليه جيدا لأنه سيخبرك عن طعم قلبه إن كان حلوا أو حامضا أو مرا فعلينا أن ننتبه إلى الكلمة وأن ندرك جميعا أن الكلمة تعاون فيها مجموعة من الجوارح ومجموعة من النعم ونحن سنسأل عن هذا كله بين يدي الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحسن من الكلام وأن يرزقنا القول الطيب فهو القادر على ذلك اللهم أمين يا رب العالمين شكر الله لكم فضيلة الدكتور أسامة فخر الجندي مدير عام شؤون المساجد بوزارة الأوقاف المصرية سيدنا الشيخ يوسر عزام خادم الجناب النبوي الشريف من علماء وزارة الأوقاف وإمام وخطيب جامع صلاح الدين برك الله فيكما ونفع الله بكما وصلنا معا إلى ختام هذه الحلقة من ملتقى الفكر الإسلامي إلى لقاء آخر يتجدد إن شاء الله تعالى حتى ذلك الحين دمتم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته